فخلينا ندخل دغرة على المبدأ الرابع على فكرة مبدأ الرابع ده بيمشي مع الكلمة الحديثة اللي هو أهمية السياق السياق ده مهم جداً ليه؟ لأنه أنا ما خدش نص آية أو آية أو آية أو كونتكس وأبنى عليها تعالي وبعدين أهمية السياق ده يعني فيه أمثلة كتيرة بس ما عندناش وقت يلا معليش يعني مهم لأنه هذا موضوع مهم فيه عندنا عندنا مثلاً السياقات مختلفة جداً السياق أنا بشوف النص اللي قدامي ده نوعه إيه؟ النص الأدبي لأنه كلمة الله بتحوي نصوص مختلفة منها الشعر منها النثر منها الرواية منها القصة منها الرسالة اللهوت اللهوت فهناك فيه سياقات أدبية سياقات لهودية سياقات تاريخية فبناء على هذا السياق أنا بتعلم أنا عاوز أعرف في أي سياق هذا عشان أقدر أفهمه صح أفهمه القصد الكاتب الرئيسي لتلك اللي وهنا بيجي دور الخلفيات الحضرية مثلاً إذا يسوع مثلاً تكلم بكلمة نقول بكفر نحوم مش معنى أنه تكلم في كفر نحوم ليه في هذا التوقيت مين اللي عايش مين السكان مين اللي بيسمعه شو نوع نوعية الناس كيف فهمه يعني مثلاً بقول يعني لأني قلت ابن الله على طول اليهود فهمه أن هو الله عش كده رفوا اليهود حجارة ليرجموه بالضبط فالسياق يعني كيف اللي كانوا بيفهم ومش يجي بعد حد بعد مثلاً مئات سنين ويغير السياق يعني بحسب كيف هو بفكر والسياقات دي كمان أبص عليها تاريخية يعني مثلاً لما ربي يسوع بيتكلم على الخمر الجديدة والزقاق العتيق ما ينفعش أحط الخمر الجديدة في الزق عتيق طب ليه هو يتكلم عنه لأنه هو ربي يسوع هو الوحي هو الوحي المتدرج واللي ظهر في شخصه في الآخر اللي هو أساساً جه ليعلن حقبة جديدة من خطة الله للخلاص ما ينفعش أخذ هذا التعليم وحطه في إطار عبادات تقصية في العهد القديم والفكرة من الموضوع هو عم بيستخدم أسليب مفهومة للناس ده عشان يوصل يعني كان يتكلم بأمثال وكان يتكلم عن أمثلة اللي الناس شايفتها عرفتها مثل بحير الطبرية صيد السمك إلى آخر الشبكة الزراعة بالزابط كده وهنا بيتكلم عن هو الوحي وده المبدأ الخامس اللي هو الوحي التدريجي إنه الله ما بيتغيرش ما بيرجعش في كلامه لكن زي إيه يا خنزار يعني مثلا أنا بدرس مثل رياضيات فأدرس في ابتدائي الجمع والطرح والقسمة والضرب لما أدخل في إعدادي أنا بستخدم الجمع والطرح والقسمة والضرب ده في استكشاف لغارتمات رياضية أكبر وأوصل لسانوي أكل لغات لما أدخل فيها حتى الكلمات دي عنيفة في اللغة العربية ده صح عشان كده طرحه ضربه اللي هو لما واحد زائد واحد بيساوي فالعهد القديم هو وحي التدريج بدائيات بيبين للإنسان عجزه في إرضاء الله لغاية لما يوصل به لإكمال النموذ هو في شخص ربس هو الوحي العظيم هو ده المستهدف اللي على أساس الإيمان بيصير لنا قبول مرة تانية هم بيأتي دور الخلفيات الحضرية مثلا أنت بتقرأ عن أيام إبراهيم أيام إبراهيم بتشوف الكولشر الكولشر كيف كانت أرض كنعان المدن تبعد كنعان لما راح لمصر كيف اللغة كيف العداد كيف التقاليد تقرأ مثلا سفر أيوب تقرأ عن معايير عن مقييس عن أفكار عن أشياء اللي فعلا وأنا من النوع اللي بسموها travel with the time عارف بحب يعني بحال ما أقرأ شيء بحس كأنه أنا في هاي الحق في هذا الزمن ولكن هذا التسلسل إنه ما بينفع تتكلم في أيام أيوب بتستخدمها مثلا في أيام إشعية ولا في أيام الأنبياء الصغار أو في العهد الجديد هاي كانت عداد مستخدمة في أيام أيوب دي القرينة التاريخية بالضبط فبيحكي عن أسليب معينة عن مثلا موازين معينة عن معايير معينة أيوة عن أفكار معينة عن طرق وأسليب فهم معينة ده صحيح عشان كده لما أجي أدرس كلمة الله هذا المبدأ مهم جدا يكون حاضر في ذهني وأكون فاهم أنا بقى أجرأ إيه وإيه الموضوع الكنتكست بتاع النص الكتابي اللي أنا بجرأه